محمد العروسي العملية الانتخابية متواصلة لليوم الخامس ماذا عن اقبال الناخبين اليوم في اسطنبول التركية محمد نعم بالتأكيد لازالت متواصلة العملية الانتخابية هنا في تركيا في يومها الخامس اذا انطلقت في حدود الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لمدينة اسطنبول العملية عملية التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة هنا في تركيا في مكتب الاقتراع هنا بمقر القنصلية العامة الجزائرية باسطنبول على ان تستمر العملية الى غاية امسية اليوم ويعاد ايضا فتح المكتب صبيحة يوم غد في حدود الساعة الثامنة لاستقبال الناخبين في هذا الموعد والاستحقاق الرئاسي الهام العملية تسير في جو حسن جدا وجيد منذ انطلاقها في اليوم الاول والى غاية الان ولحظنا استقبال جيد لطبعا المنتخبين والابناء الجالية الذين يريدون الادلاء باصواتهم بالاضافة الى اقبال معتبر منذ اليوم الاول وفي انتظار قدوم ايضا اليوم الجمعة في انتظار قدوم ابناء الجالية لطبعا الادلاء باصواتهم واغلبهم لربما سيتوافدون ويستحسنون توافد بعد صلاة الجمعة تحديدا هنا في تركيا للاقبال على مراكز او مركز الاقتراع هنا في مقر القنصلية العامة الجزائرية باستنبول بتأكيد سنوافقكم بكل التفاصيل على مدار نشرتنا ومواعدنا الاخبارية في سير هذه العمرية ليومها الخامس على التوالي